منعطفات خطرة تشكلها طرق بادي شعيب على حياة مرتديها خصوصا في فصل الشتاء شكاوى عديدة وجهها قاطنو المنطقة المجاورة لها كون هذا الطريق يفتقر إلى أدنى مستويات الخدمات العامة لا سيما الإنارة والتي تعد شريان السلامة لهم الشارع حان بعاني من أكثر من مشكلة الأولى أول حاجة يعني إلى حد ما فيه ضيق ثاني شيء منعطفات كثيرة وحادة لأنه يعني يكون فيه تعديلات على هذا الشارع رسم هنتسي صمم بطريقة لم يكفل أي سبيل للنجاة بحسب مواطنين بسبب ما يشكله من إرباك لحركة السير لأنه يربط بين لواء الشونة الجنوبية ومحافظة البلقاء كرباء ذيقة وإنارة ما فيش والخط يعني بيش تغل كثير يعني هذا يعني شارع ما بنقطع من السيارات عرفت علي يعني لو مثلا يصلحوا لنا هالشوارع مكسرة كمان بنفس الوقت الكرباء ضيقة كثير يعني خاص نص يعني بعد ما تتعدى التنقية كثير ضيقة وعتمة ما تقدرش تشوف بها إشي فإحنا من نواجه يعني يعني بس يحطونا إنارة أقل ما بيها معاناة منذ سنوات وسط حلول غائبة يضطر فيها السائق أن يأخذ أنفاسا عميقة تجنبا لوقوع أي حدث موروري قاتل يفقده حياته وحياة الآخرين فضيق ساعة الشارع في أماكن كثيرة وكثرة المنعطفات كان مصدر قلق خاصة أن هذا الطريق يستخدم بشكل مستمر من قبل الشاحنات والتي تزيد من خطورة المشهد نهيك عن حجب الرؤية 110 منعطفات في منطقة وادي شعيب تضع المواطنين في خطر مستمر هذه المخاطر أدت إلى مطالبة المواطنين بصيانة هذه المنعطفات لكن هذه المطالبات لم تلقى أذنا صغية من قبل الجهات المعنية وهذه المخاطر تزداد وبشكل واضح في فصل الشتاء أيمن لحمود المملكة من منطقة وادي شعيب